وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 424 قضية تنموينية بمضبوطات بلغت قرابة 92.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 65 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 26.5 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 610 قضايا من بينها 67 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط ثلاث قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 10 أطنان أقماح محلية اشتركوا في القناة